في التاريخ دايماً دروس لللي بيقرأ كويس لللي بينحي كل الشيء إلا المنطق لللي بيعرف يربط اللي بيحصل دلوقتي باللي حصل زمان أيام أبشع فترة في تاريخ الإنسانية فترة الحروب الصليبية لما جمع كل ملوك أوروبا وفرسانها على قلب رجل واحد لما قدر البابا أنه الحقيقة بعدما عانى عانى طويلاً من الصراعات الداخلية في أوروبا فقدر يصرف نظر الفرسان والملوك داخل أوروبا اللي كانوا بيقلوا بعض قدر يوحدهم على هدف واحد هو تحرير موطن الصليم أور شليم من الهمج العرب وكلنا شفنا فيلم صلاح الدين الأيوبي للمخرج الرائع يوسف شهين ورغم أن الفيلم تاريخياً في أخطاء إلا أنه بيوسق الإجماع الغربي التاريخي على الحرب دي الفيلم الحقيقة لم يذكر أنه فرسان أوروبا وملوكها كانوا بيكلوا بعض داخل أوروبا وده صدع البابا ولم يجد البابا الحقيقة فكرة يهرب بيها من هذا الصراع إلا بتوحيد كل الملوك والفرسان ووعدهم بالجنة الموعودة في أور شليم تحت راية الصليب زي كده صلاحي جايبري القواد والحرص بيسهزق بيناك السلام عليكم فيليب أوغست مالك فرنسا وقائد الجيوش الفرنسية كورراد ديمونفرا آرفر روبرت ديوك أوف لاندرس ويليام برينس أوف سوابيا آريدو شاباني جودفري ديوك أوف نورماندي هنري أوف يوك روبرت ديوك أوف ليستر حامل الدرع الزهبي من أليكسي الثاني إمبراطور بيزينتيا قائد أعلى فرسان المعبد صلاح الدين عبد الله خادم العرب إن كنت تريد أن توفر على نفسك القتال فإليك شروطنا في أي شريعة يحق خل المغتصب أن يفرض شروطه على صاحب الدار أنتم جئتم إلى بلادنا معتدين ويمكن في المرافعة اللي الحقيقة على ذلك سيناريو الفيلم كتبوا مجموعة من الكتاب الكبار تقريباً أربعة منهم عبد الرحمن الشرقاوي ومنهم ناس ثانية لكن الفيلم فيه أخطاء تاريخية لكن المحاضرة أو المرافعة اللي ألقاها صلاحي اللي ألقاها الأستاذ محمود المليجي رحمة الله عليه اللي كان واحد من الجنود الحاملة الصليبية دي المرافعة اللي ألقاها شانيدين بيها إحدى فتيات الجيش الصليبي فيها كلام محترم بالمناسبة الأستاذ يوسف شهين مسيحي وبالمناسبة الأخطر أن منتجة الفيلم الأستاذة أسيا ماهاش مسلمة أصلاً ورسولها مش عربية هي اللي أنتجت الفيلم ويوسف شهين والمخرج المسيحي كن سلوك ملوك وأمراء الحاملات الصليبية هو سلوك وطع طرق هو سلوك العصابات لم يكن أبداً سلوك الملوك لما قاموا بمدابح وحشية مرعبة ضد العرب مسلمين ومسيحيين في القدس وأنا بقولش ده من عندي دي مدابح حكاها مؤرخين الحاملات الصليبية نفسهم وكان واحد منهم أو أشهرهم وليام السوري وليام ما كانش مجرد مؤرخ لكنه كان رئيس أساقفة يعني في الكهنوت وعين رئيس أساقفة مدينة سور وكان مستشار للملك بدوين الرابع اللي عين بعد الاحتلال ملك مملكة بيت المقدس وده غلاف وليام السوري كتابه اللي هو شاهد الحروب الصليبية ده الجزء الرابع تأليف وليام السوري ترجمة حسن حبشي بيقول وليام السوري الأسقف في كتابه الحروب الصليبية عن لحظة دخول الصليبيين بيت المقدس بيقول بالنص بيقول بالنص كده فزة الجانب الأكبر من الناس إلى فناء المسجد لوقوعه في موضع قاس يعني بعيد من المدينة كان محسنا أشد التحصين بأسوار وأبراج وأبواب ولكن فرارهم إلى هناك لم يسعفهم للخلاص إذ سرعان مقتفى تانكريد وده فارس كبير أثرهم على رأس معظم رجال الجيش الذين اقتحم بهم المسجد وأعمل مسبحة شرسة وانطلق بقية العسكر يجوثون خلال الديار بحثا عن من زال أحياء من التعساء وزبحوهم زبح الشياة ما اكتفاش الجيش الصليبي بكده لكنهم كونوا عصابات لسرقة البيوت وأتلق كل من فيها من النساء والأطفال والشيوخ إما بالسيف أو بإلقاءهم من أسوار المدينة لأنه زي ما قال جلنت وزير الدفاع الإسرائيلي سنعاملهم كحيوانات وفي علم النفس بيقول العلماء إنك عشان تعرف تنتئم وتقتل بدم بارد لابد أن ترى عدوك أو خصمك على إنه لا شيء على إنه مش بنقادم أصلا على إنه حيوان ساعتها هتقتله وإنت مرتاح هكذا فعل تانكريت لكن الغريب إنه كل ده كان له تبرير ديني عندهم وده مش أنا اللي بقوله ده اللي بيقوله وليام السوري نفسه الأسقف بيقول كان ذلك هو اللي بيقوله كان ذلك يعني قضاء عادلا من الرب أمضاه فيمن دنسوا هيكل السيد يقصد المسيح فيمن دنسوا هيكل السيد بشعائرهم الخرافية وحرموه على شعبه المؤمن ده كان منطقهم في نفس الوقت ده كان الحكام العرب متواطئين مع المحتلين في مصر كان حاكمنا الأفضل الجمالي حاكم مصر أكبر جسوس في الدنيا وهذا الرجل كان الوحيد اللي يملك جيش قوي جدا ومع ذلك جيش حتى راح ورجع مرة لم يشتبك مع الصليبيين كان معانا بيحكم منطقة العربية واحد اسمه ردوان واحد اسمه دقاق بن تيتش ودول كانوا مسكين دمش وحلب وغيرهم من ملوك والحكام في الوقت ده اللي مشابهين لكتير من حكامنا الحاليين وتمر السنين وتتكرر الحلوب الصليبية زي ما شفنا الجنرال جورو أو جوابيه لما دخلوا وشالوا العثمانيين وقال جورو ها قد عدنا يا صلاح الدين ده احنا بنتكلم في 1917 مثلا تتكرر هي هي طب اتطورنا بقى ودخل القطر والطيارة والموبايل ما فيش فيه ده اتكرر ده بنفس التعصم وده حصل ايام حرب العراق امريكا او اوروبا كلها والعراق وتكرر ايام افغانستان لما طلع الشخص المعتوه جورج دابري بوش وتكلم بصراحة وقال اننا في نسخة جديدة من الحروب الصليبية تسمع كده جورج بوش الراجل ده عندما سؤلت مرة هل قرأت كتاب قال انا قرأت كتاب وحيد في حياتي قرأت الانجيل هو جورج دابري بوش عادت اليام برضو والنهاردة بنشوف منطق الحروب الصليبية بيرجع على لسان مسئولين وحكام اعلنوها بصراحة انها حرب دينية ده اللي قاله سناتور امريكي وده اللي قاله بلينكين وزير خارجية امريكا النهاردة لما قال انا جئت هو مفروض بيزور المنطقة قال جئت اليكم كيهودي لا كوزير خارجية اود ان اتحدث شيء خاص شخصي اتي اليكم ليس كوزير خارجية للولايات المتحدة بل اتي كيهودي ايضا جدي هرب من الروسيا والدي كان ايضا قد فر من المحارق من الاشفيتس وانا اتفهم على صعيد الشخصي المعنى الذي تقوم به ركز الله يخليك على الجملة اللي قالها بلينكين وزير خارجية امريكا مش جئت اليكم كيهودي لا ركز على جملة جدي فر من الاتعاد في روسيا ودي كانت اهم اسباب مشكلة المسألة اليهودية ما حدث لليهود في روسيا واليهود في روسيا كانوا الحقيقة منكل بيهم ايام القياصرة واللي دعا الى اقامة دولة عنصرية اسمع اسرائيل هما الاوباش الروس لدرجة ان البرلمان البريطاني رفض اقامة الدولة مجلس الوزراء البريطاني كان رافض الا اني حايم وايزمن اليهودي اللي كان من اوكرانيا بالمناسبة اللي جاي يتكلم موجوع بما حدث لليهود في روسيا القياصرية مش روسيا بعد البلاشفة لا روسيا ايام القياصرة فجده جد بلينكين واحد من الاوباش الروس الممرورين قوي من قادة فكرة اقامة الدولة ونفزها على الارض واقنع بيها البرلمان البريطاني مجموعة كده من الاوباش الروس الراجل بيقولهم انا جدي انا مجيتش كوزير خارجية قد جئت اليكم كيهودي انها حرب دينية امبارح قالها السناتر ليندا سيجرهام قالها بالنص انها حرب دينية او نحن في حرب دينية حتى الرئيس بايدن نفسه اللي الناس تدولت له فيديو قديم وبيقول لو لم تكن اسرائيل موجودة لكان علينا اختراع اسرائيل لإيباء لحماية مصالحنا واختراع اسرائيل هكذا تم اختراع اسرائيل ده كان بايدن وهو لسه صغير لكن لحد بايدن امبارح وبيكلم عن قطع رؤوس الاطفال الكذبة التي ذكرتنا بكذبة امريكا كوليم باول عن المفاعل النووي العراقي هذه الكذبة التي اطاحت كوليم باول الى الابد كذبة قدها كهنة الحرب قدها دونالد رامسفالد وزير الدفاع مع الرئيس الامريكي نفسه مع كوليم باول واقنعه العالم كله بان العراق تملك اسلحة نوية امبارح بيعيدوا نفس الكذبة ان الفلسطينيين بيقطعوا رؤوس الاطفال لكن بايدن لم يكتفي انه حتى يعني يتعب يوسق الكذبة او يلاقي عليها دليل وهبي زي ما عمل جورج بوش كان ممكن يطلع لنا بلينكين اليهودي الممرور ده ويقنعنا بصور لرؤوس الاطفال يعني يعمل مجهود زي اللي عمله كوليم باول عشان يقنعنا ان العراق يملك استحنوية انما للأسف بايدن يعلم ان العالم الان كله في حالة عمه فاي كذبة هيصدقها العالم فحتى الرجل لم يعني يكلف نفسه عناء اثبات الكذبة فخرج يقول للناس كلامنا نحن سند وظهر لإسرائيل والإسرائيليين وعندما نرى الألم الذي شهدته في وجوهكم اثناء دخول هذه القاعة الخوف على العائلات والأصدقاء في إسرائيل وكذلك الخشية على طلاب المدارس الذين يمارسون حياتهم العادية وكما رأينا من فضائع ارتكبتها حماس وتلقي باللائمة على إسرائيل هذا أمر لا يصدق وأكدوا على أن إسرائيل هي الضامن والحامي لليهود في كل أنحاء العالم وأنا أقوم بما أقوم به منذ وقت طويل ولم أعتقد يوما بأنني سأرى إرهابيين يقطعون رؤوس الأطفال لم أتصور حدوث أمر كهذا ولكن هناك دول في المنطقة تحاول أن تمد يد المساعدة بما في ذلك بعض الدول تصريح خطير جدا قلب الدنيا وطلع البيت الأبيض يقول لك معلش أصلهم قالولو معلش الراجل بايد قال لك أصلهم قالولو اسمع كده البيت الأبيض يقول إيه على قطع رؤوس الأطفال البيت الأبيض تراجع عن تصريح بايدن ده في سكاي نيوز بشأن قطع رئيس الأطفال جابها منين تراجع البيت الأبيض في وقت متأخر من الأربع عن التصريحات الصادرة عن الرئيس جو بايدن بشأن رؤيته صور أطفال إسرائيلين قطعت رؤوسهم على يد حماس وقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله أن هذه التصريحات كانت مبنية على مزاعم مزاعم مسؤولين إسرائيلين وتقارير إعلامية محلية وأوضح المسؤول أن بايدن والمسؤول الأمريكيين لم يروا هذه الصور ولم يتحققوا بشكل مستقل من أن حماس تقف خلف هذه المزاعم وجاء توضيح البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من كلمة بايدن عندما تخطئ جريدة في معلومة بتخرج تعتذر للعالم كله عندما تخطئ قناة تلفزيونية في معلومة بتخرج تعتذر للعالم كله وعندما يخطئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يعتذر نحن نمر الآن بفيروس عام العالم كله هو منطق العصور الوسطى عاد بنفس الفظائع عن معاملة المسلمين والعرب كحيوانات وقطع كل وسائل حياة عنهم مياه كهرباء انترنت أكل شرب ده كلام وزير الدفاع الإسرائيلي جالند لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود كل شيء مغلق نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف اتغيرت الاحصنة بقى الدبابات اتغير السيف بقى مدافع وبقى في طيارات اتغير اللبس اتغير الديكور لكن العقلية واحدة هكذا عمل فرسان الصليب أو تعاملوا مع سكان القدس إنهم حيوانات الدماء كانت تصل إلى ركب الخيول أثناء فتح القدس لأنهم عملوا أهل القدس أو أهل هذه المنطقة قدس والشام على أنهم حيوانات وهكذا يردد نفس المقولة وزير الدفاع الإسرائيلي ولا يعتذر ولا يعتذر وزير الطاقة الإسرائيلي بيقول قاطع المساعدات ومش هيتم تشغيل مفتاح كعربائي أو فتح حنفية مية أو دخول أي شاحنات وقود حتى عودت المختطفين الإسرائيليين إلى منازلهم إنسانية من أجل ولن يعيزنا أحد بالأخلاق خلاص ما حدش يكلمني عن الاتفاقيات الأربعة الجنيف اللي وقعت عليها دول العالم كله انتهت أصبحت هذه الاتفاقيات يا حضرات لا تسوي ثمن الحبر اللي تبعد به آلاف المرات انتهت وانتشر فيديو بالفعل اللي حصل قطع المية عن غازة تفضل قطع المية والكهرباء والإنترنت عن غازة عن غازة هو عقاب على أي كائن حي يعيش في هذه المنطقة مسلم مسيحي فلسطيني غير فلسطيني حيوان إنساء أي حد أي كائن حي يحتاج لمية أو كهرباء خلاص انتهى حكم عليه بالإعدام على مرأة ومسمع من حكومات العالم قدي والدة زوجة رئيس اسكتلندا والدة يعني حمات رئيس اسكتلندا موجودة في غازة كانت بتزور عائلتها طبقت عليها القرارات وقدي الدموع في عين الست وابتتكلم تفضل I'm currently in Darabella with my husband's family my family my grandchildren we've no electricity we've no water the food we do have which is little will not last because there's no electric and it will spoil I have four grandchildren in this home a two-month-old baby a four-year-old and today two nine-year-old twins their birthday ايه اللي جاء ايه اللي ودكي عند المنطقة بتاعت الحيوانات اللي حكب عليها بالاعدام انما الجميل في الموضوع اني بس مش انكشف القناع عن افكار الغرب الذين اللي يتعاملون حتى الان بمنطق العصور الوسطى لكن في العصور الوسطى كان في حاجة مهمة او ملمح مهم اني قائد العصابة او من يسمى بالملك لما يجد ملك اقوى منه كان يتراجع واحيانا كان يتعامل بالنفاق مع هو من اقوى منه فالنفاق بقى سمة دلوقتي للغرب كله النفاق هو هو اللي قال على نفس اللي بيحصل ده في غزة قطع الكهربة والمية قال عليه جرائم حرب بس قالها امتى لما حصلت في اوكرانيا لان اوكرانيا مسيحية فاوكرانيا لما تقطع عنها المية والكهربة خرج علينا رئيسة المفاوضية الاوروبية عشان تصرف هذا التصرف بانه جرائم حرب تفضل؟ 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 تفضل عن حق روسيا فيما تفعله ولا حق اوكرانيا في الدفاع عن اراضيها ولكنها تتحدث عن ما يجري على السكان الامنين اللي هم خارج نطاق الحرب يعني السيدة الفاضلة رئيسة او المفاوضية الاوروبية لا تتحدث عن هل يجوز ان روسيا تدخل اوكرانيا او هل صحيح ان اوكرانيا بتدافع عن اراضيها؟ لا هي تتحدث عن المواطنين العزل بموجب الاتفاقية الرابعة لو يتعب بس بيبو جوه ويجيبلي الاتفاقية الرابعة في اتفاقيات جينيف التي تحمي المواطنين العزل اللي هم اصلا ما لهمش علاقة ولكنهم تحت نزاع مسلح الاتفاقية الرابعة ركز كده يا بيبو ويكتب كده الاتفاقية الرابعة هتلاقي الاتفاقية لاربعة موجودين الست تتكلم بمنطقة الاتفاقية الرابعة بتاع جينيف اللي وقعت عليها دول العالم كله ايوة اتفاقيات جينيف الرابعة بتقول لك ده ده موقع لأمه التحلي تقريبا بتقول لك اتفاقيات جينيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في اغسطس 49 ان الموقعين ادناه المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جينيف في ابريل الى اغسطس 49 بقصد وضع اتفاقية لحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب وقد اتفقوا على ما يلي الباب الاول تتعاهد الاطراف السامية بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال مدى اتنين علاوة على الاحكام التي تسري في وقت السلم تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح اخر يشب او ينشب بين طرفين او اكتر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى ولو لم يعترف احدها بحالة الحرب خش بقى في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق حد ادنى الاحكام التالية الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب اخر يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية دون اي تمييز دار يقوم على العنصر او اللون او الدين او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او اي معيار ممثل اخر ولهذا الغرض تحذر الافعال الاتية فيما يتعلق بالاشخاص المذكرين اعلى وتبقى محزورة في جميع الاعتداء على الحياة تحذر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعزيم به اخذ الرهائن جيم الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الاخص المهينة والحاطة بالكرامة دال اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اتنين يجمع الجرحة والمرضى ويعتنى بهم ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ان تعرض خدمتها على اطراف النزاع وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة على تنفيذ الاحكام وليس في تطبيق الاحكام متقدمة ما يؤثر على وضع القانون لاطراف النزاع المادة اربعة الاشخاص الذين تحميهم هذه الاتفاقية هم اولئك الذين يجدون انفسهم في لحظة ما وباي شكل كان في حالة قيام نزاع او احتلال تحت سلط الطرف في النزاع ليسوا من رعاياها او دولة احتلال ليسوا من رعاياها كل دول العالم يا حضرات وقعت على اتفاقية دي ومن حصن الحظ ان عبدالله المواسل امام حضراتكم تعامل مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر انا تعاملت مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وكنت على علاقة مباشرة بمسؤولها الاقليمي وكان سويسري وعشان اتعامل مع هذه اللجنة الدولية للصليب كان لابد ان اذكر الاتفاقات الاربعة لجينيف هذه الاتفاقات يا حضرات وقعت عليها دول العالم كله دول العالم كله وقعت على هذه حتى الدول اللي نالت استقلالها بعد اهي هي دي لجنة الدولة للصليب الاحمر حتى الدول اللي نالت استقلالها بعد فاك الاتحاد السوفيتي واشكوستفاكيا وقعت على هذه الاتفاقية اين هذه الاتفاقية الان لا تساوي شيء لا تساوي شيء بمجب هذه الاتفاقية يحاكم جالاند وزير الدفاع الاسرائيلي بمجب هذه الاتفاقية تحاكم امريكا التي طرعى الان الضرب في غزة يحاكم الرئيس الامريكي مفروض لانه مجرم حرب هكذا وبمجب هذه الاتفاقية حكم رئيس سربيا السابق لانه مجرم حرب بمجب هذه الاتفاقية والقوانية الدولية الاخرى بايدن مجرم حرب رئيس وزراء كندا مجرم حرب مستشارة المانيا مجرم حرب بمجب الاتفاقية الدولية ده مش كلامي حتى اني رئيسة المفاوضية الاوروبية التي انتقدت وضع اهالي اوكرانيا او شعب اوكرانيا اذكركم بعد قطع الكهرباء والميا ارجع تاني رئيسة المفاوضية الاوروبية اللي قالت على اهالي اوكرانيا انه دي جريمة ارهابية اسمع هذه السيدة اتكتمت تماما بل بالعكس البرلمان الاوروبي له مواقف فاضحة فطلعت نائبة ايرلندية في البرلمان الاوروبي تنتقد مواقف رئيس المفاوضية الاوروبية وفكرتها ادي اهو نائبة في البرلمان الايرلندي تهاجم رئيس المفاوضية الاوروبية ذكرتها قالت لها نحن الآن هذه السيدة قالت لها فاكرة التصريح ده نحن الآن في أمس الحاجة إلى أعادة هذا التصريح نسمع كده قالت هنا بها الأيرلندية The European Union's Embassy in Israel released a video by the President of the European Commission Ursula von der Leyen to commemorate the foundation of the Israeli state Nearly every single thing she said in it was a lie It's time those lies were called out directly 75 years ago a dream was realized with Israel's Independence Day Between 1947 and 1949 three quarters of all Palestinians living in historic Palestine were systematically uprooted and violently expelled from their homes and villages ده يا حضرات السيدة دي أيت لها نحن الآن في حاجة إلى تصريح بتاع أوكرانيا النفاق الغرب يوم بين مواقف الغرب تجاه أوكرانيا وفلسطين أفكركم كده بشوية تصريحات جانبية عن تصريحات زعماء العالم أو حتى المسؤولين في العالم عن الجانب الإنساني في أوكرانيا أثناء حصار بوتن لأوكرانيا نسمع كده تصريحاتهم ألمانيا تبحث عن شهود عيان لجرائم حرب روسية محتملة في أوكرانيا جاء ألمانيا بايدن يتاهم روسيا بارتكاب جرائم حرب كبرى في أوكرانيا ده في 22 ماكر الروسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا ده في 22 تقرير الأمم يؤكد ارتكاب جرائم حرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ده في 22 لكن الحقيقة ازدواجية واضحة وحد هيقول لي أستقنت عربي مسلم فصعبان عليك يا عم أنا أجيب لك حد من ديانة تانية أجيب لك أصوات خرجت من داخل برلمان الأوروبي تنتقد ازدواجية المواقف وتقول ان الفلسطيني له حق العيش زي الأوكراني بالزبط هذه نائفة البرلمان الأوروبي أهو فضل موسيقى 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 واضحت الهيئة في بيان ان اقدام ادارة سجن النقب التبع الاسرائيل على قطع المياه والكهرباء عن كل اقسام السجن منذ الساعة السانية من ظهر امس وحتى اللحظة بمثابة خطوة انتقام مقلقة اذ لا يؤقل ان يترك ما يقارب من الف معتقل بلا ماء كل هذه الساعات والتي تتجاوز حدود المنطق وطلبت الهيئة اللجنة الدولية للصريب الاحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة ايه لاحظ ان الهيئة لم تطالب الامم المتحدة بالتدخل خالص لاحظ ان الهيئة لم تطالب مجلس الام لاحظ ان الهيئة لم تطالب محكمة العدل الدولية ودي مؤسسات مفترض انها تفصل في النزاعات اللي زي دي لكنها طلبت اللجنة الدولية للصريب الاحمر ودي هيئة مستقلة ما لهاش علاقة بالحكومات بنعود إلى حروب العصر وسطى إلى منطق العصر وسطى بتحالف ملوك أوروبا كلهم وأمراءها وفرسانها في العصر حديث لدعم اللي بيحصل في غزة بالبيانات والتواجد جوه إسرائيل للمساعدة المعنوية وكما خرج أجدادهم زمان حفاقرة للدفاع عن الصليب خرجوا دلوقتي عشان يدفع عن إسرائيل بيان خماسي غربي مشترك دولنا ستدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها سفونتيك هذه القنابل الفسفورية المحرمة دوليا بس هي محرمة على أي مسيحي غربي بيان علق عليه أستاذ العلوم السياسية مأمون في هندي وقال عندما تعلن فرنسا وأمريكا وإنجلترا وألمانيا دعمها الكامل لإسرائيل في مساواة غزة بالأرض من المفروض أن يكون على الجبهة الأخرى ليس أربع دول عربية ترفض بل أربع رجال من نوعية الملك فيصل للأسف المشهد مهين ولا يمحو هذا الهوان مجموعة عيال تطلع على شاشات لتخبرنا أن حماس ورطتنا عيب دعم مش بس معناوي ولا بتصريحات دعم عسكري فج تفضل وصلت إسرائيل اليوم ما هي فرقة القوات الخاصة دلتا فورس الملقبة بالمهمات المسيحة المستحيلة رويترز عن مصادر بريطانية سترسل سفينتين بريطانيا حربيتين لشرق أوسط وستبدأ طلعات جوية ضمن دعمها العسكري خلي بالك أن أمريكا بعتت فورد حاملت الطائرات فورد وبتبعت التانية إنجلترا النهاردة هي هترسل سفينتين حربيتين فرسان أوروبا راح وخلاص المنطقة الشام هو هو اللي بعدها خد اللي جاية بقى عشان اللي جاية تعبتني أنا شخصيا ألمانيا سمحت لإسرائيل باستخدام طائراتها المسيارة ألمانيا عشان كده السؤال هو ليه كان حرام الحرب مساعدة الفلسطينيين زي يقول الدكتور الأكاديمي يحيى الأزاز بيقول لماذا لا ترسل الحكومات العربية مساعدات وطائرات وجيوش تحارب مع الفلسطينيين كما تفعل أمريكا وحلفائها أين الحكام العرب أصحاب الكرم مع أمريكا بمئات المليارات الدولارية من الاعتداء على أشقاءهم الفلسطينيين الاحترام لغني تابع أو متصلت عميل يبيع عربته لاحترام لغني تابع أو متصلت عميل أكتور يحيى الأفضل الجمالي موجود ما متش الطائرات المسايرة وصلت من ألمانيا أهو ألمانيا بتبعى الطائرات مسايرة ألمانيا تضع طائرتين مسايرتين حربيتين تحت تصرف إسرائيل وتدرس تزويدها بزخيرة للسفن ما معنى ألمانيا؟ ما أنا أقول لك؟ ألمانيا هي نفسها رفضت إنها تزود تبعى الطائراتها في أوكرانيا لما طلبت أمريكا من ألمانيا إنها تساعد الأوكرانيين بالطائرات دي ألمانيا رفضت تخيلوا حجم المهزلة؟ ناش تعلق على الخبر ده وقال تفضل تخيلوا حجم المهزلة بعد أن رفضت طلبا سابقا للولايات المتحدة ده الدكتور محمد بيقول بعد أن رفضت طلبا سابقا للولايات المتحدة بمنح مسايرات هيرون لأوكرانيا خشية الصدام مع روسيا ألمانيا تمنح إسرائيل طائرتين مسايرة من نوع هيرون لتستخدمها بقصف غزة العجيب هنا أن إسرائيل ليست بحاجة لهذه المسايرتين لأنها تملك مصنع مسايرات هيرون وهي من باعت هذه المسايرات لألمانيا تخيلوا حجم المهزلة؟ ألمانيا ما رضيتش تبعث الطائرات دي لأوكرانيا تساعد أوكرانيا لأنها تخشى من غضب بوتين عندما تكون قوي حتى لو على باطل يخشاك هذا العالم بوتين اللي أنا هنا الحقيقة يعني لأول مرة أشوفه بطريقة تانية عندما رأيت الأقزام العرب أعرف تقدي إيه بوتين ده شخص قوي بوتين اللي خلى العالم كله يقعد يتفرج عليه وهو بيقطع في أوكرانيا لدرجة أني قلمت هات لي عام غضب بوتين روسيا وأوكرانيا في الأدمير بوتين يقول أي تدخل خارجي سيقابل برد بسرعة البرق بوتين يهدد الغربين بالرد على تزويدهم أوكرانيا بالدبابات أنا كرهتك سد أنا كرهتك أوقف دنيء في الموقع الأخير دي هو ده بتاع أوكرانيا بس شوف بوتين بوتين يهدد الغربين بالرد على تزويدهم أوكرانيا دبابات اللي بعده بوتين الحقيقة ما أععدهم في مكانهم دعم بيتم الحجد لي لأنه في الآخر ما عندناش حكام عرب زي بوتين حتى المرتزقة زي ما فعلوا أجدادهم زمان كانوا جايين حفا عراه بسلبان خشب من قرى أوروبا عشان يحرروا القتس اللي هي كيف يسمينها حملة الفقراء أول حملة تلقيت على القتس بيكرروها تاني بردو تفضل هاي אני מאיה اللي دعا لها البابا في روما واللي خرجت يعيني حفا عراه ما تحك عليهم باسم الصليب بتتكرر تاني من بيرا جايين يدعموا إسرائيل نقصة عايزة مقاتلين بينما ألمانيا كانت خايفة تسلم لم نرى هذا الدعم الأوكرانيا ألمانيا كانت خايفة تسلم أوكرانيا طائرات مقاتلة لم نرى مهاجرين من أوروبا أو من بيرا رايحين يقاتلوا مع الأوكرانيين المسيحيين أمثالهم قدام الروس بس شفناها بالمناسبة بالمناسبة اليهودي يوافق على دخول المسجد ويرفض دخول الكنيسة واليهودي بيرفض دخول الكنيسة لأنه يراها بيت أو ثاني يعني اليهودي المتدين يوافق على دخول المسجد لأنه يرى أن المسجد المسلمين اللي فيه بيعبدوا إله واحد بينما اليهودي نفسه المتدين يرفض دخول الكنيسة وسئلة في أحد البرامج التلفزيونية مجموعة من اليهود إذا كان أمامك مسجد وكنيسة تدخل المسجد ولا الكنيسة كلهم أجمعوا أدخل المسجد لماذا لا تدخل الكنيسة؟ كلهم أجمعوا كل اليهود أجمعوا لأنها بيت أو ثاني ومع ذلك الغرب المسيحي الغرب المسيحي بيساند اليهودي الإسرائيلي الاستطاني الذي يرى أن الكنيسة بيت وثاني الغرب المسيحي بيحشد الفقراء في أوروبا وفي أمريكا عشان يغدروا فرنسوين زي أجدادهم يغدروا فرنسا للقتال مع إسرائيل في حربها مع غزة تفضل؟ تفضل؟ الديني كده أتفضل؟ عدد كبير من الفرنسيين يغادرون فرنسا أهو للقتال مع إسرائيل تخيل؟ للقتال مع إسرائيل يا حضرات يعني هم رايحين يقتلوا مع إسرائيل بص بقى الفيديو ده أنا بعدته لك أهو على رأي اليهودي في الكنيسة والمسجد بعدته لك عندك عدد كبير من الفرنسيين غادروا القتال مع إسرائيل في حربها على غزة زي ما فعلوا أجدادهم بالضبط بالضبط بس أجدادهم خرجوا للدفاع عن الصليب خرجوا للدفاع عن بيت المقدس أجدادهم خرجوا للدفاع عن موطن المسيح أو زي ما هما بيقولوا عن قبر المسيح لكن اللي موجودين دلوقت المغيبين دول خرجين للدفاع عن شخص يراعم وسنيين مش هني اللي بقول أنا بعضت الفيديو تفرج على الفيديو ده كده تفرق تقرأت بقى الفيديو يرون أن المسجد تقدر تخشه لكن أنا معاش الصوت فين لكن لا يروا أن الكنيسة الكنيسة بالنسبة لهم أوسان لا يمكن دخول الكنيسة لأنها أهو لا توجد مشكلة في دخول الكنيسة الكنيسة لأنها تسمى عندنا بعبادة الأوسان تقدر اعرض يا بيه فل سكرين تطرد ليه أنا ما أنا شفته ده أنا شعيله عندي اعرضوا كله تاني دول اليهود اللي هم أوروبا كلها بتفزع لإنقاذهم أهو دول اليهود يروا أن الكنيسة هي مكان لعبادة الأوسان موسكة أو موسكة موسكة لا يوجد مشكلة موسكة لا يوجد مشكلة موسكة لا لماذا؟ لأن الكنيسة هي عائل ورشبة في الوصولة نفسنا هل أن ننخنص بتوح مزجاد أو كنيسية؟ لا، لم؟ بيدعموا شخص أو أشخاص بيروا أن الكنيسة مكان لعبارة الوسن أوروبا كلها بتفزع بمواطنية بأسلحتها دعم حتى لو جيت تنتقد الواضع ده بيتحالف عليه كل حد فيسبوك حتى X أو تويتر سابقا استجاب للضغط الأوروبي وحزف مئات الحسابات الدعمة لغزة يريد تقرد بقى سهلة X تستجيب للضغط الأوروبي وتحزف مئات الحسابات الدعمة لغزة DX منصة X رئيس وزراء كندا عندما خرجت مسيرات لدعم الفلسطينيين أدانها وشارك في مسير التضامن مع إسرائيل تفضل ترودو جاستن ترودو من روسيا اليوم يدين مسيرات الدعم الفلسطين ويشارك في مسير التضامن مع إسرائيل هذا الشخص اللي احنا وقفنا وراه على أنه حر كندا اللي كنا بنراه أنها موطن حرية طب انت خرجت المسير التضامن إسرائيلين ما تترك التانيين يخرجوا المسيرة أين الرأي والرأي الآخر؟ لا شيء كذبة العالم المسيحي كذبة القوانين الدولية اللي وضعوها كذبة لازالوا بيعيشوا في القرون الوسطى لازالوا بيعيشوا بجلد أجددهم لكن اللبس مختلف في موبايل في دبابة في صاروخ في مسيرة لكن المنتاليتي العقيدة قرون وسطى حتى حكامنا العرب نفسه وضعينا أيام الحروب الصلابية نفس الضعف نفس التمزق نفسي إيه شوف الفيديو جامعة الدول العربية خلاص يا بنت عارضت الفيديو ده هاتلي جامعة الدول العربية اللي يكرمك أقدم أخيرها لامبانيون لكن في الغرف المغلقة بتطلع بيان يساوي بين الجلاد والضحية بيان جامعة الدول العربية يساوي بين الجلاد والضحية تحفظات على بيان وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في فلسطين العربي الجديد الجزائر يجي أحمد عطاف على أن يتضمن القرار الذي انتهى إليه الاجتماع الوزاري للجامعة تحفظات الجزائر حول بعض الفقرات التي قال أنها تساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينية وتناولت التحفظات بشكل خاص الفقرة الثانية من قرار الإجماع الوزاري أو الاجتماع الوزاري العربي التي ارتأت فيها تلك الدول مسواة بين سلوك المقاومة القائمة على حقها المشروع وبين الممارسات الإسرائيلية لدى المدنيين إذ تفيد بإدانة قتل مدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين انسجاما مع القيم المشتركة والقانون الدولي وعلى ضرورة إطلاق صراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاك العقوق ده عندنا كمان اللي بيتجرب القضية وبيلمه مساعدات وهو أصلا قافل المعبر وطلع يجدب سامح شكري ينفي غلق المعبر أوكي وبعدين في نفس الرواية في نفس الوقت استمرار أغلاق معبر رفع البري لليوم التاني على التوالي المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعريش يرفض تلقي التبرعات للجرحة الفلسطينيين محافظ سيناء لا يوجد قرار سياسي حتى الساعة بفتح معبر رفع البري أمام الجرحة الفلسطينيين الهلال الأحمر بسيناء يقلص عدد موظفي بالقرب من معبر رفع ويؤكد عدم وصول مساعدات طبية أو جزائية إلى شمال سيناء منذ بداية الحرب وزير خارجية مصر بينفي إغلاق المعبر الواقع بيقول أن المعبر مغلق بيان الخارجية المصرية يدعو العالم لتوصيل مساعدات لمطار العريش سيع الدول والمنظمات الإخلامية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف كما أكرت جمهورة مصر العربية وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمتل الواقع بصلاة على أن معبر رفع الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الرهنة إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر يحول الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع أما الأكثر إلهما فهو أن النظام السيسي بيتأكد يوم بعد يوم أنه بيلعب دور الملاك أشرف مروان باعترافة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إمبارح يعني رسمي فضيحة رسمي لكن يبقى الفلسطيني المتمسك بأرضه والسابت والصامد زي الجبال أو أي واحد منهم بيقول أنا مش عارف أني جيت من القصف إزاي لكن ربنا نجاني عشان أوصل رسالة لأمريكا وأوروبا والعالم كله أننا لن نستسلم شو اللي صار شو اللي صار معكم ولا حاجة قاعدين آمنين في البيت ولا في عندنا أي مشكلات نزلت البيوت علينا البيت أنا عندي حوالي 200 نفر والله ما بعرف مين ضل طيب يعني أنا من سغرب أنا كيف طلعت عايق شو الدول العالم لأنه الشعب الفلسطيني لن يقهر وسينتصر عاجلا أم عاجلا وهذه المعركة هي معركة الانتصار ومعركة القدس مهما طال الزمن وقصر انتهى الموضوع لا في مجال ما حدش يحكي عن هدنه ولا حد يحكي عن سلام ولا حد يحكي عن أي حاجة احنا اليوم مندافع عن شرف الأم العربية والإسلامية والله لو أمعنوا فينا بالقتل والله لن نستسلم والله لن نستسلم والله لن نستسلم شو المشهد الخلاصة يا حضرات حرب غزة عرّت كل الأطراف من تاني ورجعتنا تاني نقلب صفحات التاريخ عشان نكشف ان عندنا نفس احنا وقفين عند نفس اللقطة هي المشهد معهمة في النص فئة قليلة مستباحة لكنها متمسكة بحقها خليني أرجعها أرى لك تاني ماذا قال القص الأسقف وليام السوري من أكتر من 800 سنة من حروب الصليبية اللي قال بالضبط فز الجانب الأكبر من الناس إلى فناء المسجد لوقوعه في مكان بعيد من المدينة كان محصنا أشد تحصين بأبراج وبوابات لكن فرارهم إلى هناك لم يسعفهم بالخلاص إذ سرعان مقتفى الفارس تانك ريد أثرهم على رأس معظم رجال الجيش الذين اقتحم بهم المسجد وأعمل مسبحة شرسة وانطلق باقية العساكر يجلسون خلال الضيار بحسا بالقول اللي قالوا الجنرال جورو ها قد عدنا يا صلاح الدين هي نفس العقلية ونفس الخوانة هو نفس المشهد لا شيء جديد تحت الشمس أو لا جديد تحت الشمس هي هي اللي اختلف بس شو التفاصيل صغيرة